هل هناك فائدة واحدة للثورة الحسينية؟ هذا سؤال وجهه لنا الأخ صلاح الحسن يقول أستاذنا الكريم ممكن توصف لي فائدة واحدة من هذه الثورة الحسينية أكون ممنون فائدة أقصد للعالم الإسلامي وأجبته بما يلي وأثار سؤاله وجوابي أيضا نقاشا طويلا أقتطف منه بعض اللقطات قلت له يا أخي العزيز انظر إلى الشعوب المستعبدة اليوم والتي لا تعرف الحسين كيف تخضع بذل وتمد أعناقها للطغاة الذين يسيطرون عليها بالقوة والإرهاب ويغطون ديكتاتوريتهم بسم الله وباسم الطاعة لولي الأمر حسب التفسير الأموي القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأي واحد يصبح حاكم هو من أولي الأمر الذين يجب طاعتهم هذا هو التفسير الأموي ولو لم يحطم الحسين البدعة الأموية الكسروية بالتوريث القسري لظل المسلمون إلى اليوم يحرمون الثورة على الطغاة والمستبدين فمن يجرؤ بعد الحسين أن يتحدى أي حاكم ظالم يتسلح زورا بالقرآن الإمام الحسين أعاد إلى القرآن نقاءه وروحه ورفض التأويل التعسفي الذي كان ولا يزال أتباعه يزيد يحاولون تشويهه هنا دخل على الخط أحد الأخوة من الشيعة الإمامية الأخ علاء العبيدي قال لقد فسر الشيعة أن أولي الأمر هم آل البيت الذي قال فيهم الرسول من كنت مولاه فهذا عليمه الله ولكنك لم ترضى بذلك يا سيد أحمد الكاتب فقلت له رفضت هذا التفسير لأنه أيضا تعسفي وذلك لأن الله تعالى لم يجعل في آية الطاعة هي آية أولي الأمر لم يجعل معصومين لم يجعلهم أولي الأمر معصومين ولم يجعلهم مرجعا لدى الخلاف بينهم وبين الناس وقال تكملة الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولكن الإمامية يغمضون أعينهم عن هذا المقطع من الآية ويدعون الأصمة لأئمتهم بالرغم من أن الأئمة أنفسهم لم يكونوا يدعون الأصمة فعاد الأخ على العبيدي ليقول عزيزي الكاتب على من تنطبق الآية في طاعة أولي الأمر منكم فأنت رفضت انطباق هذه الآية على بني أمية وسلاطين بيل عباس فهل نتخذ آيات الله هزوا قلت له أخي العزيز على العبيدي هذه الآية نزلت بخصوص الولاة والقادة الذين كان يعينهم الرسول الأعظم هنا وهناك وليست فيها دلالة على طاعة كل حاكم بعد الرسول ولكن العقل يقول بوجوب طاعة الحاكم العادل المنتخب من الأمة بصورة شرعية سواء كان من أهل البيت أم من غيرهم هنا أيضا تدخل بعض أنصار يزيد بن معاوية المعاصر الآن الذين يتبعون خط يزيد ويبررون عمله ويدنون ثورة الإمام الحسين ويحاولون أن يستقلوا من قيمتها عدد منهم الآن أنا لا أعني الأسماء التي أطرحها الآن قال الأخ صلاح الحسن إجابة غير مقنعة إجابة الأولى عن موضوع ما هي فائدة الثورة الحسينية يقول العالم الغربي لا يعرف الحسين ولا أبو الحسين ولا جد الحسين ويعيش في أفضل حال ونعمة من الله كبيرة جدا وكذلك الخليج لا يهتمون لأمر الحسين ويعيشون في أفضل حال أما الذين يتباكون على الحسين ويعتبرون قتله ثورة ضد الظلم انظر حالهم أسوأ حال من حيث الظلم والجوع وفقدان الأمان يا أستاذنا الغالي كفانا نكذب على حالنا وحال البسطاء الذين يتم الضحك عليهم واستعبادهم باسم الحسين شكرا جزيلا لإجابتكم على سؤالي هدانا وإياكم للحق في الحقيقة إذا كان بعض من يدعي الانتصاب للحسين أو يقول أنا شيئي وهو يعيش حالة ذل وظلم واضطهاد أو يعيش حالة تخلف اقتصادي مثلا فهذا لا يؤثر على ثورة الحسين نفسها فإن من أهل الكوفة من كان يدعي أيضا التشيع لإمام الحسين وكتبوا له رسائل ولكنهم انقلبوا عليه فالصفة الشيعي أو الادعاء بالتشيع لا تعني أن كل من ادعى التشيع يعني هو صار على خط الحسين المهم هو ماذا فعل الإمام الحسين ماذا كان دوره وماذا كان دروسه لنا اليوم فهذا ليس دليلا والأخ يقارن بين سكان الخليج وسكان مثلا العراق افترض مثلا بلاد اللي يعنيها يتبا كان على الحسين من ناحية مادية ولكن لا يقارن من ناحية الحرية والعزة والكرامة في بلاد الناس كلهم أحرار كلهم ملوك كلهم أمراء كلهم سادة وبلاد كلهم عبيد مستعبدين لا يستطيعون النطق بكلمة لا يستطيعون التفكير بشيء لأن هذا محرم عليهم وضربت عليهم الذلة والمسكنة فهذا ليس لا تقارن بالأمارات الشاهقة ناطحة السحاب قارن بالقانون والعدل والإنسانية والأزة والحرية والكرامة والدور السياسي للأمة في مقابل الحاكم على حال هو لا يفهم هذه المعاني فقط يفهم البنايات والأكل والشرب كباقي يعني أجل لكم الله منهم الأخ أبو ليث الخزرجي يقول التاريخ الإنساني مليء بالثورات على الطغاة وسيظل كذلك والمحرك الثوري هو الظلم والحتمية تقضي أن يبرز أحدهم ليقود الجمعة الثائرة ويحدث أن يفقد حياته ليس بالضرورة تذكرهم بطريقة غير حضارية نحن لم نتحدث عن طريقة التذكر تعال ألطم أو تعال طبر بالسيف أو تعال أعمل كذا وكذا قلنا هذا درس مهم درس حضاري ومهم للأمة الإسلامية درس الإمام الحسين وحركته وصموده وخروجه على يزيد وسوف نتحدث بعد قليل أيضا الأخ عباس ناصر يقول الإمام حسين خرج ليتسلم مقاليد الحكم بناء على كتب البيعة ولكنه تحول إلى ثائر حين رفض الاستسلام بعد أن غذر به أهل الكوفة الأخ تمام الزيادي يقول الثورة مصطلح لاتفاق مجاميع هائلة من الناس على رأي واحد يطالبون فيه بحقوق وهذا ما يحدث مع جميع الشعوب وأصناف البشر وحصر الانتفاض والحرية بشخص الحسين عليه السلام انتقاس من جميع أحرار العالم الذين لم يسمعوا بالحسين ولم يعرفونه وقد أجبته وسوف أتلع عليكم الجواب إن شاء الله أنه نعم يعني نحن لا نريد أن نحصر القصة بالإمام الحسين إنما هي ثورة ثورة الأمة الإسلامية ثورة مجاميع هائلة كما تقول يا أخي العزيز مجاميع هائلة من الناس رفضوا البيع بالإقراه ليزيد بن معاوية الذي فرضه عليه معاوية قال هذا وريثي وألغى الشورى وأحدث تحولا سلبيا في الأمة الإسلامية بإلغاء نظام الشورى وإقرار نظام التوريث القصري على الناس هنا كان كثير من الناس ليس فقط أهل الكوفة ومن بعدهم أهل المدينة وأهل المكة الحواظر الإسلامية هي ثارت أيضا على هذا الفرض الدكتاتوري على الناس فالإمام الحسين كان رمز هذه الحركة وحركة مجاميع هائلة من الأمة الإسلامية رفضوا الخضوع للباطل والدكتاتورية فاختاروا بإرادتهم قائدا لهم هو الإمام الحسين استدعوه لكي يقودهم ويكون إماما عليهم كتبوا له ليس علينا إمام يعني نرفض البيع على يزيد فأقدم والإمام الحسين تأكد ثم توجه إليهم ثم انتكست الثورة قامت السلطة بانقلاب على الناس بقمعهم باعتقال بعضهم بقتل بعضهم بتشريد بعضهم وسيطروا وجاء الحسين وشاف الناس متغيرين فهذا لا ينقص من حركة الإمام الحسين الغرم الخثعمي يقول ولا تكونك التي نقضت غزلها يعني استشد بها الآية من بعد يقوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة وما كنتم فيه تختلفون ويقول يعلق يعمل أحمد الكاتب طوال السنة على حث الناس على استخدام العقل وترك الخرافة والتقديس للبشر ثم يأتي آخر العام يطبل مع المطبلين ويردح مع الرادحين وينفخ كير طائفية يا أخي العزيز خرم أنت تعيش في نظام استبدادي مطلق وليس لك يعني حرية الكلام ولا حرية التفكير وربما تكون أنت جزء من هذا النظام وأدات من أدواته القمعية في تضليل الناس وفي فرض الخضوع والخنوع عليهم وتأويل القرآن بصورة عسفية نحن كلامنا عن حركة الإمام الحسين لا نريد أن نقدس الإمام الحسين إنما نريد أن نتوقف عند هذه التجربة هذه الثورة العظيمة التي غيرت التاريخ الإسلامي وأثرت كثيرا ولا تزال تؤثر هناك أنا من فقط أستخدم العقل أدعو إلى استخدام العقل ومن العقل أن الإنسان يكون حر ولا أدري أنت متى حريتك أو تدرك معنى الحرية هل تتمتع بالحرية في التفكير والعمل ونقد النظام مثلا أنت تتهرب وتتخاف وتخاف من أي كلمة ضد النظام الذي تعيش فيه لأنه قد يقطع رأسك بسرعة ويلقي بك بالسجن كما ألقى بكثير من العلماء الأطقياء الورعين الذين قالوا نصف كلمة يقطع رأسك الشيخ نمر النمر مثلا وغيره الآن السجون ملأ بالعلماء والأحرار في هذا البلد فأنت لا تملك الحرية وتدافع عن العبودية تدافع عن استعباد الناس وتدعو أنا أدعوك أن تكون حر وأن تفهم القرآن بصورة جيدة أنت لا تفهم القرآن بصورة جيدة أنت تعتبر أي واحد يسيطر على سلطة هو لأمر يجب طاعتك كما سوف أنقل لك بعض الكلمات أصدقائك وأخوانك اللي يدعون الناس إلى العبودية ومن أهم من التفكير بحرية فتسبني أهل مسألة فيك كما تريد تطبل مع المطبلين وتردح معهم هذا يعني ليس لديك كلام تقوله غير هذه الكلمات من السباب والشتاء الأخ حسين الشمري يقول أفهم من هذا يا سيدي الفاضل أن دول الغرب الذين لا يعرفون الحسين يعيشون حالة الاضطهاد والتخلص أنا لم أقول ذلك وسوف أجيب يعني قلت أن أخلي أنقل الكلمة الأخرى المحامي طالب فزع يقول يعني نفس كلام الأخ حسين الشمري يقول التاريخ العالمي غير الإسلامي لا يعرفون الإسلام ولا يعرفون الحسين لكنه يزخر بالثورات والانتفاضات ضد الظلم والاستبداد مع الألم أستاذ أحمد الكاتب نحن مع الشعوب المستعبدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والمفروض نكون أول الشعوب التي تكون ثورة الحسين نبراسا يضيء الطريق لنا نحو الحرية لكن مع الأسف لم يحدث هذا ونحن نعيش بالذل والخنوع منذ مئات السنين إذا كنا نعيش كذلك يجب أن نغير حالنا ولكن ماذا تعني ثورة الإمام الحسين وإذا كان الغرب يعني لا يعرفون الحسين وهم يثورون ضد الظلم والاستبداد قلت له للأخوة ولغيرهم أيضا قلت الحرية توجد في فترة الإنسان وكذلك طلب العدالة بغض النظر عن الدين والقومية والمذهب ولذلك نجد ثوارا وطالبي عدالة في كل أمم الأرض عبر التاريخ وجاء الإسلام لكي يرسخ هذه القيم ويحرر الإنسان من أبودية الإنسان ويدعوه إلى عبادة الله تعالى ويدعوه للحكم بالعدل والقصد ولكن التشويه الأموي للإسلام حاول أن يضفي طابعا دينيا على الدكتاتورية والظلم ويقسر الناس على البيع للحاكم مهما كان ظالما وفاسكا ومجرما ويحرم الخروج عليه ولو ببنت الشفاء كما يفعل أبناء المويين وأنصارهم اليوم في كثير من البلاد الذين يخنقون عبادة الله ويستعبدونهم بغير حق يأكلون أموال الناس بالباطل ويخدرون الناس بتأويلات تعسفية أموية للقرآن ولآية الطاعة بالخصوص ويحاربون الحسين يمتعضون من ذكره يحاولون طمس ثورته العظيمة التي تمثلت بالتمرد على التفسير الأموي الظالم وأهل الكوفة كذلك أهل الكوفة أيضا الذين رفضوا طاعة يزيد وطاعته بالإقراع هؤلاء هم كلهم كانوا ضمن الثورة الحسين يحاربون الحسين ويحاولون طمس ثورته العظيمة التي تمثلت بالتمرد على التفسير الأموي الظالم والمتعسف وعملية إجبار الناس على طاعة الحاكم غير الشرعي ولو لم يكن الحسين ابن بنت رسول الله يقوم بالتصدي للتفسير الأموي المتعسف للقرآن لما أمكن لغيره من الناس العاديين الذين يأتون بعد ذلك أن يتحدوا الظلم والاستغلال والتشويه وهنا تكمن أعظمة ما قام به الحسين من بث روح التمرد على الظالم المغتصب والتصدي له والاستشهاد في سبيل الله وفي سبيل المحافظة على الحرية والكرامة وعدم الاستسلام بذلة وهوان كل واحد السيطرة علينا يجب أن نكون إحنا عبيد إلىه ونفرح بذلك ونصفق له وندعو الناس إلى القبول بالأبودية كما يدعو الأخ غرم الخطعمين وهذا عبد العزيز الرئيس كما يفعل العبيد الذين استمرأوا العبودية اليوم وجاءوا إلى هذه صفحة ليدافعوا عن الظلم والظالمين من الملوك المماليك مش ملوك حقيقة مماليك يحكمونه الذين يخضعون للاستكبار العالمي والصهيونية في دول الخليج وغيرهم انظروا إلى هذا الشخص من أتباعي يزيد الذي لم يتشرف بمعرفة الحسين هذا يقول أما إذا كنت وراءه لا تذكر اسمه بسلوب تدعله الأمر تجعل الناس تجتمع قلوبهم عليه حتى لو كان يلزني نصف ساعة كل يوم على التلفزيون لأن مطلوب منك شرعا تؤلف الناس على الأمر لا تهيجي الناس على الأمر مع إنكار ماذا؟ المنكر بدون بدون تسميته لا تصريحا ولا تعريضا نعم لاحظتم كيف المشكلة هذا الفكر الذي تكرس فكر السلفي أو حتى السني أستطيع أن أقول تكرس عبر التاريخ أن أي حاكم يأتي ويسيطر علينا كما قال الإمام أحمد بن حنبل مؤسس المذهب السني قال أي واحد يعني يسيطر على هذا ويقال له أمير المؤمنين خلاص تجيب طاعته ويحرم واحد يبات بالليل ولا يؤمن بشرعية هذا الحاكم وإذا واحد يجا وانقلب عليه خالف هذا الحكم الشرعي اللي عنده يعني فيتجب طاعته الثاني وطاعته الثالث والرابع وخلوني في مسلسل الانقلابات الذي دمر الأمة الإسلامية هذا المسلسل هذا وحتى اليوم شوفون الصراعات الدموية هنا وهناك والانقلابات العسكرية وهناك وعاظ سلاطين يحاولون تخدير الناس وتفسير القرآن تفسيرا خاطئا متعسفا لأن هذا ولي الأمر أي واحد يسيطر على السلطة فهو ولي أمر الحسين عليه السلام نسف هذا التفسير الظالم المشوه للقرآن وقال لا ليس كل واحد يجي يسيطر ويأخذ بيع من أدنى بالقوة نحن نقاومه واستشهد في سبيل الله وفي سبيل إقرار هذا المبدأ الذي يعطي الأمة الحرية والاستقلال في مقابل الطواغيت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته